يا المؤمن جينا نسأل يمت مولاي الفراج أم برضوة أم سواها أنت يا شبل الحجاج كل موالي راف عيدة وابدع الندب عراج يمت يمت تلف يمت سيد تروي المهاج ما الصبر ناو انكسار يمت تظهر البشار ما الصبر ناو انكسار يمت تظهر فلماذا غاب نبي الله موسى أربعين ليلة ولماذا غاب نبي الله المسيح ابن مريم حوالي ألف عام ولماذا غاب ذنون في بطن الحوت أربعين يوما ولماذا غاب أهل الكهف ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة الإجابة هي أن غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه من عواملها ومن أسبابها تهيئ الأجواء العامة لنجاح الحركة ينبغي أن نعرف أن النجاح على نحوين النحو الأول نجاح بمنطق المعادلات الغيبية والنحو الثاني النجاح بمنطق المعادلات المادية أما النجاح بمنطق المعادلات الغيبية فهو مضمون للحركة الإلهية على كل تقدير الحركة الإلهية لا يمكن أن يتطرق إليها الفشل أبدا كل عمل نعمله لأجل الله هذا العمل لا يمكن أن يعرض عليه الفشل إلى متى أحار فيك يا مولا وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوة عزيز علي أن أجاب دونك وأولا بإمكاننا نقول لماذا الإمام المهدي غاب؟ الجواب غابة بنفس السبب اللي غابة من أجله الأنبياء عليه السلام نفس السبب اللي غابه من أجل أمبياء غاب الإمام المهدي أرادوا قتل الأنبياء فغابوا أرادوا قتل الإمام المهدي فغاب هذه من الأسباب من الأسباب مثلا امتحان الخلق هكذا قال أمة آل البيت عليه السلام لكي يمتحن الخلق ولهذا الله غيب الإمام حتى يمتحن خلقه يغربلهم وهذه سنة إلهية أن يبتلي الله خلقه الله ابتلى ليس فقط الناس العادين ابتلى الأنبياء وإذا ابتلى الله ابتلى إبراهيم في سورة البقرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ابتلى الأنبياء وابتلى الناس وكل يبتليه بحسبه أهل البيت أيضا قالوا لكي لا تكون حج لأحد في آخر الزمان يقول لو حكمت لعدلت غاب الإمام أهل البيت أيضا يقولون الحكمة تعرف من بعد ظهوره الشريف أهل البيت أيضا قالوا بسبب نطف طاهرة بأصلاب النجس يجب أن تخرج هذه النطف الطاهرة إلى الحياة ومن ثم يظهر الإمام أهل البيت قالوا لعدم تهيئ الظروف المناسبة لظهوره وقلنا خليأخذ وقت قبل قليل ونظرنا لذلك قرآنيا أهل البيت قالوا لكي لا تكون في عنقه بيع لطاغوت زمانه زيان فائدة وجوده مع غيبته هناك أثر تكوين بقاء حياتنا به هناك أثر اجتماعي ما دام ننتظر نهيئ أنفسنا له أهل البيت قالوا كالشمس إذا غيبتها السحاب أو غيبها السحوب كوجود الجنة مع غيابها عزيز عليّ أن أبكيك ويخذ لك الوران عزيز عليّ أن يجري عليّ كبونه مقاجر هل من البعين فأطيل معه العوين والبكاء هل من الجزوعين فأساعد جزعه وإذا أخلا هل قد يدعيها فساعدتها عيني على القذار هل إليك الإمام العسكري قتل بأيد الظالمين الدليل الثاني جده الإمام الهادي صلوات الله عليه قتل بأيد الظالمين الدليل الثالث جميع آبائه الطاهرين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ما منا إلا مسموم أو مقتول الظالمون المجتمعات ما تحملت هذه الوجودات الطاهرة المجتمع ما تحمل الحكومات ما تحملت فقتلتهم واحدا واحدا الخطباء الكرام يقرؤون أما النبي فقد قضى وبقلبه من قومه قبسات وجد مكمني والبضعة الزهراء ماتت بعدما ألقت بضرب سياطهم للمحسنين والمرتضى أردوه في محرابه بيمين أشق العالمين وألعني إلى آخره واحد واحد قتلوه أنبياء الله قتلوه أنبياء الله شردوه أنبياء الله طاردوه الإمام الحسين صلوات الله عليه كما في بحار الأنوار قال لعبد الله بن عمر قال يا أبا عبد الرحمن أما علمت أن الرأس يحيى أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل نبي الله يحيى قتلوه ليش؟ لأنه قام أمام السلطان قال أيها السلطان ما إلك حق تأخذ بيت زوجتك في قضية زوجة الملك أرادت أن تزوج الملك من بنتها حتى لا يزوج وحدة ثانية والملك ينتقل إلى أولادها يحيى قام قال أيها الملك ما إلك حق تأخذ بنت زوجتك يعني ربيبتك قتله الحاكم ووضع رأسه في طاشت وأهدي هذا الطاشت إلى بغي من بغايا بني إسرائيل في نفس هذا الحديث الإمام يقول أما علمت أن بني إسرائيل كانوا يقتلون بين طلوع الفاجر إلى طلوع الشام سبعين نبيا كانوا يقتلون ثم يغدون إلى أسواقهم وكأنهم لم يفعلوا شيئا ويبيعون ويشترون جميع الأنبياء قتلوا أو كثير منهم جميع الأنبياء طوردوا الحكومات ما كانت تتحملهم المجتمعات ما كانت تتحملهم الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه لا يشذ عن هذا القانون العام بل هو أكثر في معرض التهديد لأنه هو المبشر به هو الذي تواترت الأحاديث بأنه سوف يسقط جميع الظالمين وينهي الظلم من فوق الكرة الأرض المعتضد كم مرة بعث أفرادا لاغتيال الإمام المهدي المعتضد الحاكم العباسي في مرة بعث ثلاثة لا يعرف أحدهم عن الآخر أو بعثهم متفرقين لكي يقتل الإمام ثم بعد ذلك بعث جيشا لقتل الإمام ما كانوا يتركون له فقطعا إذا الإمام كان ظاهراً كان مهدداً من قبل الحكومات ولعله كان مهدداً حتى من قبل المجتمعات كثير من المجتمعات واحد مجهول كاتب قصيدة طرح فيها إشكال الإمام الحج شوي دققوا في هذا الإشكال الإمام الحج يعلم بأنه الموعود وأنه سوف يظهر وأن الله سبحانه وتعالى ادخره لذلك اليوم إذن ماكو خطر على الإمام المهدي فالإمام لا يخاف إذا إرادة الله تعلقت بأن الإمام المهدي يظل إلى اليوم الموعود إذن لا خطر عليه فحتى إذا الإمام يكون ظاهر لا يمكن أن يمسه سوء هذا واحد مجهول بدون توقيع كتب قصيدة أشكل فيها على فكرة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وطرح فيها هذا الإشكال ضمن أبياته هذا الإشكال واضح الجواب إحنا عندنا قضايا حملية وعندنا قضايا شرطية إرادة الله قد تتعلق بظاهرة على نحو القضية الحملية أنتوا بعد إذن ما تحتاجون إلى تهيئة مقدمات إرادة الله تتعلق بطلوع الشمس غدا شنو وظيفتكم معدكم وظيفة قعدوا في مكانكم انتظروا أن الليل ينجلي والشمس تطلع غدا لأن إرادة الله تعلقت على نحو القضية الحملية بهذه القضية ولكن أحياناً إرادة الله تتعلق بشيء على نحو القضية الشرطية الله يريد أن يكون لكم أولاد ولكن بشرط أن تتزوجوا إذن فتشاب يقعد في بيته يقول إذا إرادة الله تعلقت أن يكون لأولاد إذن أنا أقعد في مكاني وما أتزوج إذا إرادة الله تعلقت بأن لا يكون لأولاد إذن حتى إذا تزوج لا يكون لأولاد شنو جوابه؟ الجواب إرادة الله تعلقت بأن يكون لك أولاد بشرط أن تتزوج النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان يعلم أن الله حافظه لو لا ما كان يعلم كان يعلم لو ما كان يعلم النبي الأعظم كان يعلم بأنه يعود إلى مكة أو ما كان يعلم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معات إذن النبي ليش راح بالغار؟ كان يقعد في بيته يقول أنا مضمون بالضمان الإلهي ليش النبي راح بالغار؟ لماذا اختفى عن الأعداء؟ بل النبي مضمون بالضمان الإلهي ولكن على نحو القضية الشرطية لا على نحو القضية الحملية فهذا الإشكال أيضا غيره وارد هل يتصل يومنا منك بعدك الفنحض متى نرده منائلك الروية فنرى متى آيا لا نتقع من عذب مائك فقط طال الصداة متى 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 نهاديك ونرى وعكا فنقر عينا بردوة أم سواها أنت يا شبل الحجاج كل موالي راف عيدة وابدع الندب عراج يمت يمت تلف يمت سيد تروي المهاج ما الصبر ناو انكسار يمت تظهر البشار ما الصبر ناو انكسار يمت تظهر